بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ثم قال يا أمة محمد الله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد السيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة الله العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغرب يمين والتابعين ومن تبعهم بإعسان إلى يوم الدين سبحانك لعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا ما يفعنا وانفعنا بما علمتنا وجد علمه ننسك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا والتجرة لا تبور ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة ليس جاب لها قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفة الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث هذا هو الحديث الثالث من الحديث التي أردها المصنف تحت باب صلاة الكسوف ومر معنا حديثان حديثة الأول أيضا حديثة عائشة وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مخصف الشمس نادى وناديا الصلاة الجامعة إلى آخره وحديث الثاني حديث أبي مسعود عقبة بن عامل النصاري في قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر عائشة إلى آخره وقلنا إن الكسوف والخسوف هما ظاهرتان تتعلق بالشمس والقمر والكسوف والخسوف يطلق يعني الكسوف على الشمس والخسوف على القمر ولا منع أن يطلق الكسوف على القمر والخسوف على الشمس فلما في هذا اللغة تتمله وإن كان الذي جاء من القرآن هو أن الخسوف القمر وخسف القمر وعلى كل حال قلنا أيضا كذلك إن الكسوف معناه التغير أو حصول السواد ويقع كسف وجهه بمعنى أصاب وجهه سواد أو تلون وكان به سوادا أو نحو ذلك والخسوف والنقص الخسوف والخسف هو النقص وقلنا إن صرات الكسوف سوف يأتي بالحديثة التي صفت صرات الخسوف أو الكسوف إن شاء الله تفصيل كما في الحديث الذي بين أيدينا وقلنا إنه لم يحدث الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة وهو كسوف الشمس أما القرم القمر فلم يخصف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا جاءت روايات في صرات الكسوف ومع أنها هيئة واحدة ولهذا اشتد العلماء أو جد العلماء في محاولة توجيه الروايات ولكن ليس أمامهم إلا الترجيح لأنه ما حصل إلا مرة واحدة والراجح هو الحديث الذي بين أيدينا إن شاء الله لأنه هو الذي أصح رواية وأثبت وهو أنها أربع رفعات في ركعتين على ما سوف يأتي تفصيله إن شاء الله كذلك إذن أشرنا أيضا في الجلسة الماضية إلى أن المؤرخين وكتاب السيهر أنها خسفت الشمس على عهد رسول الله وأن ذلك كان في السنة العاشرة كان ذلك في السنة العاشرة من هجرة وقالوا إن محادثة في اليوم العاشر من ربيع الأول السنة العاشرة والرسول الله بعدها بسنة توفي في الربيع من السنة العاشرة وقالوا إن هذا اليوم هو الذي توفي فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا إن في اعتقادات الجاهلية كما سوف نشير بعد قائل واشترا في الماضية اعتقادات الجاهلية أن الكسوف والخسوف لا يحدث الله بسبب أمر عظيم بسبب أمر عظيم وهنا رابطوا بين الكسوف وبين موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أيضا أشرنا إلى أن سنة الله عز وجل في الخسوف والكسوف أن القمر لا يخصف إلا في أيام الإبدار وهي الثالث عشر والربع عشر والخمس عشر والشمس لا تخصف إلا في أيام الإسرار وهي اليومين أو ثلاثة أيام الأخيرة من الشهر الشهر القمري فأن يكون قسوف الشمس هو في اليوم العاشر هذا محل تأم جدا بمعنى أن المؤرخين أو التابع قد يكونوا يحتاج إلى يعني مراجعة وحتى أيضا يعني إلى الآن إلى حد ما الفلكيون يستطيعون يعني حتى بالحساب الماضي متى حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أنه لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلا كسوفان الأول قد يكون قبل قبل تشريع صلاة الكسوف والثاني هو الذي شرعت فيه صلاة الكسوف وذكرنا القصة التي أيضا سماحة الواد رحمه الله في كتابه في شرحه لالروض المربع حينما قال الأصحاب من الحنابلة قالوا أن الخسوف يمكن أن يقع في أي يوم وأن الله لكوشي قدير لالروض رحمه الله يعني عنده يعني أولا ذكاء وعنده حافظة وعنده أيضا يعني لقد لا يستسلم لكل ما يمر في التاريخ مما يحتاج إلى تأمل وإذا قلنا لكم أنه ذكر ما هو يقرر لطلاب يشرح هذا الموقع وهو صلاة الكسوف من الروض المربع من كتب الحنابلة شرح الزاد المستقنع ذكر لهم قال أنه مر عليه وهو يقرأ في تاريخ ابن كثير بداية والنهاية أن ابن كثير رحمه الله ذكر في سات 510 أو 11 أن القامرة خسف اليوم الرابع في اليوم الرابع والمدرح والله استبعد جدا قال لعله خطأ ولعله الرابع عشر ثم أيضا أراد أن يعتذر الشيخ من الكثير رحمه الله العماد الدين من الكثير قال لأله لو لم يكن نادرا إلا لما سجله بمعنى لو كان يوم عادي أو يوم الإبدار العادية ما سجلها ومع هذا قال أنه سبعد أن يكون في اليوم الرابع لأن سنة الله عز وجل وإن كان الله على كل شيء قدر ولا شك لكن سنة الله أن القمر لا يخصف إلا في أيام الإبدار والشمس لا تكسف إلا في أيام الإسراء وآخر الشهر ثم نحن لما اشتغلنا في طبع كتاب رحمه الله وتحريره كان في أشرطة كان في أشرطة ففرغناه طبعا وحررناه كان في باحثين زوار الخير كان جهدين فلما رأوا هذا الموقع رجعوا للتاريخ فرجعوا لتاريخ ابن الأثير جزري من الأثير وهو أيضا معاصر لبن تقريبا من كثير ففي السنة نفسها الجزري قال في السنة الرابع في اليوم الرابع عشر وليس يوم الرابع الرابع عشر طبعا الولد لم يطلع نحن لم يطلع لقد دولناه وقلنا أن يبدو قد يكون خطأ من نساخ نساخ تاريخي بكثير يمكن كتبوا الرابع سقطت عشر والولد رحمه الله قال ذلك قال لعل عشر سقطت لعل عشر سقطت الرابع عشر وبالفعل ابن جزري قال الرابع عشر المقصود أن قول للمؤرخين أن إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله توفي يوم العاشر وأن الكسوف كان يوم العاشر هذا يحتاج نظرة قد يكون توفي يوم العاشر لكن قد يكون الكسوف حصل بعده بأيام فربطوا بين هذا ولقد يكون على كل حال وبإمكانكم أن تتامل أو تراجعوا في الموضوع هذا كله ذكرناه في الجلسة الماضية و ذكرنا أيضا كذلك أنه في قوله ينادى أصلاحة جامعة وأنها لها لها نداء بينما العداء مرة معنا العداء ليس لها نداء الإستسقى ليس لها نداء طبعا جمعنا الأذان لكن الصلاة العدين وصلاة الإستسقى كما سوف يأتي ليس لها نداء أما الكسوف فله نداء وهو الصلاة الجامعة وقال علماء السبب هو أن الإستسقى يدعى له وبإمكان أن يجتمع لأنه يدعى لها قبل أيام غالبا الإمام أو إذا أراد الأسسسقى غالبا إما الإمام أو القاضي أو المسؤول في البلدة يدعو الناس للإستسقى ويقول إن شاء الله سنخرج اليوم الفلاني بعد ثلاث أيام ينسى نخرج للدعاء للإستسقى ويأمرهم بالصدقة والصيام ويأمرهم بالاستغفار ويأمرهم بالتوبة كذلك العيداء معروفا مقته معروفا العيد الفضل معروف وعيد الإضحام معروفا فلا يحتاج إلى ندا ولا إلى ذا بينما الكسوف لا الكسوف مفاجئ وأيضا وقته محدود ساعة أو ساعة وانتهي ولهذا يحتاج إلى أن يدع له حتى يجتمع الناس بسرعة حتى يجتمع الناس بسرعة بينما البقية لا تحتاج إلى ندا لأنهم يأتوا وقتها معلوم وفي وقت لأن يجتمع هذا كله ذكرناه في الجلسة الماضية هذا الحديث حديث عيشة الذي بين يدينا اليوم قال أن أشتر الله عنه أن قاد خسفت الشمس على عهد رسم الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأعطال القيام إذن هذه هي صفة صلاة الكسوف وهو أنه يصلي يكبر تكبث الحرام ثم يشرع في القراءة الفاتحة ثم يقرأ طويلا و ذكر أن النسو قال قرأ يعني مقدار في الركع ولا مقدار سورة البقرة قويلها جدا كما معلوم بعض اللواءات تقول أنه طلع قرأ يعني سورة البقرة أو وقينه كسورة العنكبوت وسورة الروم الأخيرة المقصود أنه قرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فلما ره ركوع قرأ مرة أخرى قرأ فاتحة وقرأ أيضا قرأة طويلة لكنها أقصر من ركعة الأولى وقرأ طويلا ثم ركع أيضا طويلا لكنها أقل من الركع الأول ثم سجد سجودا طويلا كما تقول عائشة العنى قالت فصلى رسول الله صلى الله عليه وعليه بالناس فأعطال القيام ثم ركع فأعطال الركوع ثم قام فأعطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأعطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأعطال السجود إذن هذه ركعتان في ركعة هذا الركعة الأولى ركعة الأولى في ركعتان وفي هذه القرأة الطويلة والركوع الطويل قال فاعطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى بمعنى سجد السجدتين ثم قام وقرى طويلا لكنه أقل من الأولى ثم ركع ثم رفع ثم قرى وأيضا طويلا لكن أقل من التي قبلها ثم ركع طويلا ثم أيضا رفع ثم سجد سجدتين ثم سلم أيضا طويلا ثم سلم قالت ثم فاعطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف يعني سلم انصرف حينما يقول انصرف الإمام أو من صلم حتى ينصرف المقصود أن يسلم إذا سلم واتجه نحو المؤمن هذا هو الانصرف هذا هو الانصرف يعني انصرف الإمام هو أنه يفرغ من الصلاة بالتسليم وغالبا يصرف وجهه نحو المأمومين حتى قال المعلمان أنه لا ينبغي للإمام بعد السلام أن يطيل بوجهه نحو القبله لا ينبغي لماذا؟ قالوا حتى ينصرف الناس لماذا؟ لو أطال لأن فضل يعني فضل انتظار اليوم حتى ينصرف يكون لإنسان فضل الصلاة كاملة فقالوا ولهذا لا ينبغي لمن يطول بعدما يسلم لا ينبغي أن يطيل ووجه نحو القبله وإنما عليه بعدما يسلم ويستغفر الله ثلاثا ويقع الله من السلام ويصرف وجهه نحو المأمومين بعدها من يريد أن ينصرف ينصرف وهذا كل يدل على التنظيم ويدل على ما ينبغي من الجانبين المأموم يراعي الإمام من حيث حسن الاقتداء به والتأدب معه ولا ينصرف قبل لا ينصرف وأيضا الإمام ينبغي يراعي المأمومين بحيث أنه لا يثقل عليهم ويطيل وجهه نحو القبلة وإنما ينصرف ولهذا حتى كما قلت خطة الجمعة خطة الجمعة يعني طلب من الناس أن يحذر موكرين وطلب منهم أن ينصتوا ومن قال لأخي صح فقد لغى من قال لأخي أسكت فقد لغى وهدوا وادب حينما طلب منهم الإنصات ووجب عليهم وطلب من الإمام أن يقصوا خطبة إذن 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 كل طرف يراعي الطرف الآخر مما يذل على ما ينبغي من لزوم الأدب مع الجميع كل طرف يلتزم الأدب مع صاحبه المأمومون يقدرون إمامهم فهو قدوتهم وهو إمامهم وهم يعني معمورون بالتأسي بأفعاله والاختابي وأن لا يسابقوه كما تعلمون يعني من سابق الإمام يشك أن يحول الله رأسه رأس حمار أو نحو ذلك الواجه وجه حمار فما يدل على أنه لزوم الاقتداء والإمام أمر به التخفيف فإن فيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم الحاجة والكبير إلى آخر إذن يعني وهذا ينبغي إخواني في كل إحوالنا ليس في استرالات فقط في كل إحوالنا أن يراعي بعضنا بعضا وأن يتأدب بعضنا مع بعض مهما كان وأيضا إخواني لما نقف عند هذا ينبغي أن تعلم أنه حينما نقول أن كل طرف ينبغي أن يراعي الطرف الآخر من 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 العقل ومن المرؤة نعم هو ينبغي أن يراعي كل طرف لكن أنت ينبغي أن تكون على درجة من الخلق أنك حتى لو لم الطرف الآخر يراعيك أن تراعيه لماذا لأن هذا هو خلقك أنت فالإنسان يا أخواني يعني يعني ينبغي أن يعني أن يرا أين يضع نفسه فأنت حيث تضع نفسك ولا تجعل أخلاقك مربوطة بأخلاق الآخرين أكرم من يكرمه أهدى إليه يهد إليه خفض صوت أخذ الصوت لا لا ينبغي أن يكون هذا خلقك أنت مع كل الناس مع المتعدبين ومع المتعدبين لماذا لأنك لأنك أنت تدن مرؤة وأن صحب الخلق وإن كان كما قلت مطلوب من جميع الأطراف لكن أنت لا تنتظر الطرف الآخر أنه يبادل كما ما يعني ترغب فيه لا أن تقدم وإن لم يقدم الآخر وهذا يا أخواني هو معيار الخلق معيار الخلق أنك لا تنتظر من الآخرين أن يكون يعني ملتزمين بالأخلاق انتزمها أنت وبالفعل إذا إذا صدقت في أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك قدم فعلا ما تحب لنفسك لإخوانك من غير أن تنتظر جزاء أو شكور المقصود أن قالت ثم انصرف في معناه بعدما سلم انصرف وجوه نحو المهمين وقد انجلت الشمس يعني انتهى الكسوف فخطب الناس بعض الله ما يقول ليس له خطبة الكسوف ليس له خطبة ليس له خطبة وهذا الجمهور وليس خطبة إنما هذه موعظة والجمهور لا خطبة قبلها والعيدان لهم خطبة بعدها هذا معروف لكن الكسوف والسسق ليس له خطبة ولكن له موعظة فهذه موعظة يعني انتبه حسن وان لم يتبه ليس هناك إشكال لكنها نقات فخطب الناس فحمد الله واثن عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آية الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحيات أيضا ذكرنا ولو نعيده مرة أخرى ذكرنا في الجسر الماضية أن نعم أن الخصوف والكسوف آيتان من آية الله معناه وإن كانت تدرك بالحساب وإن كانت تدرك بالحساب فالفلكيون يغالبا بحسابات يعرفون متى يحصل الكسوف ومتى لا يحصل ومثل هذه الأخبار التي يقولونها كما قال هي كأخبار من إسرائيل بمعنى لا نصدق ولا نكذب لكنها ما يبنى عليها شيء يعني مثلا يوم الثلالقادم والثلالقادم أن سيكون كسوف للشمس لا نبادئ بالصلاة إلا إذا حصل كسوف الفعل إذا حصل نصلي لماذا لأولا قد يصدقون وقد لا يصدقون والأمر الثاني قد يقع كسوف كما هو علوم في بلد دون بلد لأن مواقع البلدان تختلف ومواقع الأرض مواقع القمر والشمس إلى آخره من الجزء الذي يضلل بإذن الله من أهله في بلادنا أو بلاده أو بلادهم هذا يختلف كما معلوم ولهذا نعم يقولون في حساباتهم أن اليوم الفلاني ستكسف الشمس ويخسف القمر لكن لا نصدق ولا نكذب وإن كان كما قلنا هذا يدرك بالحساب هذا يدرك بالحساب وكون أنه يدرك بالحساب هذا لا ينفي أن يكون آية ولا ينفي أن يكون يخيف الله بهم عبادة وإن كان يتوقع حصولها فكون الآية تحصل وإن كان معلومة مسبقا لا يعني أنها تكون يعني مجردة أو متجردة أو مسلوبة من أن تكون تخوف لا ولهذا أنا أورد لكم كلام بالدقيق كان كلام جميلا يعني ولا ولا مانع أن نعيده لجماله ولأيضا دقته لأن أحيانا خاصة في الوقت الحاضر يعني بعض المشككين يقول أن هذه دورة فلاكية يقع الأرض تقع بين القمر والشمس فيخصف القمر القمر يقع بين الشمس والأرض فتخصف الشمس وهذا صحيح لكن هل هذا يمنع أسباب يعني وجوه كون نعرف السبب أو نعرف النتيجة هل هذا يمنع أن يكون هذا يعني مخوف اسمعوا كلام الشيخ رحمه الله يقول يقول وقد ذكر أصحاب الحساب الفلكيين يعني لكسوف الشمس والقمر أسباب عادية ذكروا أنه بمعنى أن الشمس تكون بين أن القمر يكون بين الأرض والشمس حينئذ تكسف الشمس أو تأتي الأرض بين القمر والشمس فيخسف القمر لأن الأرض حالت بين ضياء الشمس يعني يصل إلى القمر لأن بذن الله القمر هو إنعكاس أو كالمرأة الشمس نورها يضف القمر ونحن نراه مضيئا فإذا جاءت الأرض ووقعت بين الشمس والقمر يخسف القمر وإذا جاء القمر وحال بين الأرض والشمس صرنا لا نرى ضوء الشمس لأن القمر حال بين نا وبين ضوئها إذن هذا دور فلكي بذل معلومة والله عز وجل جعل كل الأفلاك تدور بطريقة بسنة ثابتة فالشيخ يقول وقد ذكر أصحاب الحساب لكسوف الشمس والقمر أسباب عادية لذكر لها لكم ثم قال وهذا هو الجميل وربما يعتقد المعتقد أن ذلك ينافق له عليه الصلاة والسلام يخوف الله به مع عباده يقول هذا شيء معروف الشمس وقعت بين القمر وقعت بين الشمس يعني كسف الشمس هذا معروف وين التخويف هذا 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 الذي يقرره الشيخ رحمه الله يقول وربما يعتقد وربما يعتقد أن ذلك ينافي قوله عليه الصلاة والسلام يخوف الله به مع عباده فقال وهذا الاعتقال فاسد لأن الله لأن لله تعالى أفعالا على حسب الأسباب العادية وأفعالا خارجا حتى ولو حسب الأفعال لا لا ينفي أن تكون ما يخوف الله به وأفعال خارجا فإن قدرته تعالى حاكمة على كل سبب ومسبب وفي يقتطع ما شاء سبحانه وتعالى من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض فإذا كان ذلك فأصحاب فأصحاب المراقبة لله يعني أصحاب الإيمان الحي والقلب الحي الذين يؤمنوا بالله ويؤمنوا بقدرته ويعني تعلقهم تعلق المجرد وصادق وصافي بالله عز وجل هم الذين فعلا يدركوا يعني يسلمون لمقولة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال فأصحاب المراقبة لله وليفعاله الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته وعمو يقولته على خرق العادة واقتطاع المسببات عن سببها إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة اعتقادهم في فعل الله عز وجل وهذا صحيح بمعنى أننا أي حدث يحدث وإن كنا نعرف سببه يمكننا خوف حتى أنت الأمراض حينما يمرض عز وجل ويفجأ بمرض فاجر فش الكلوي كبد رئة قلب جلطة خوف خوف جدا ما الذي يحميك حصل يحصل لك فحصول الشيء وجو سببه لا يمنع أن يكون آية ولا يمنع أن يكون عبرة نعتبر نعتبر بأي شيء يحدث بقدر ما يكون في قلوبنا من الإيمان ومن الحياة ومن التعلق بالصادق التعلق مع عز وجل نتأثر ونسترجع ونبادر بالاستغفال وبالتوبة وبالصدقة وبالإحسان وبالإنابة وبالإكثار من نفع الخير لأننا نؤمن إيمانا يعني يقينيا بربنا عز وجل بحكمته وقدرته وآياته سبحانه وتعالى فإذا حتى ولعرفنا أسباب الخسر لا ينفي أن تكون آية ولا ينفي أن تكون مما يخوف الله به عبادة تقول فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آية الله لا يخصفان لموته أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فدعوا الله وأكبروا وصلوا وتصدقوا بمعنى أنه حينما يحصل الخسر ينبغي أن نبادر نبادر بالصلاة نبادر بالستغفار نبادر بالتوبة نبادر بالصدقة نقوادر بالإحسان بمراجعة أحوالنا لأن الله زاقها ليتجدد إيماننا وليتجدد صيلتنا بالعز وجل ويتجدد نظرنا في آيات الله وفي سننه وكيف أن نسخة قادر على أن يغير هذا يذهب ضوء هذا ويقدم هذا على هذا يغير مسار هذا مساره الفلكي إلى آخره بمعنى حينما نستحذر آية نستحذر جميع الآيات ونستحذر جميع أنواع قدرة الله عز وجل على التغيير وعلى أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يقل ولهذا قال فإذا رأيته في ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا واتصدقوا أكبروا وإذا رأيته من التوحيد ومما يؤتى به في أحوال الاعتبار فادعوا الله وكبروا وصلوا واتصدقوا ثم قال ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني عمته في معنى يعني ما دام أن هذه الآية من الآيات التي يخوف الله بعباده في معنى من تصورنا لمقام ربنا وعز ربنا أن أن هذه الآيات التي سوقها يخوف نا بها أنها قد تكون لأن الله غار على محارمه وغار على حرماته وغار على الوصف وغار على الأنسان يقدم على ذنوبه وعلى معاصيه فهذا نوع من يعني أنها قد تكون يعني غير رحمة عز وجل لينزل سخطه وعذابه وعقوبته على هؤلاء العصر بما أن نتوجز خيفة وأن كان الله رحيم وأن الله يؤجل ويمهل ولا يهمل لكن مهما كان ينبغي إنسان أي حينما يرعي من آية الله أن يخاف وأن يبادر في التوبة والرجوع والصدقة إلى آخر ما من أحد أغير من أن يزين عبده أو تزين لأن الزنا هو من أعظم الفوحش الزنا من أعظم الفوحش ولهذا خصه بالذكر هنا وإلا شكرا كل المعاصي الخمر والسكر ونهيك بالغيبة والنميم ولكن هذا ذكر الزنا لنأشد وأن غالب يكون فيه خف ويقوم فيه أشياء يعني خصه بالذكر وبعض هم أيضا ذكر أنه لأن غالبا اللسان إذا زن حتى قال تنكت في قلبه نكتة السوداء كما أن الكسوف يكون سواد وإلى آخره فإذا تاب الله عليه وإلا تراكم السواد في القلب إلى آخره فعلك مهما كان يبقى الأمر وخوف ولهذا قال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا مكتم كثيرا أو سعود تجعر ونجك نبينا يعلم ولهذا في نفس حدث الكسوف تقدم قليلا وقال رأيك تبوني رأى قطفا من العنب من الجنة وإذا رأى النار ويحتم بعضها بعضا فهو يرى ما لنرى عليه الصلاة والسلام ولهذا قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا مكتم كثيرا فهو أيضا أنه يبلغنا ويصحنا ويحذرنا ويعيضنا عليه الصلاة والسلام والله لو تعلمون ما لضحكتم قليلا ولا مكتم كثيرا وفي نظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجلات في هيئة الثلاثة أسجل نعم الحديث الرابع عن أبي موسى العشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وصجود ما رأيته يفعله في صلاته قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا ففزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره هذا الحديث أيضا الرابع يدل على ما ذل الحديث قبله من صلات الكشوف وفي طولها وكذلك في التخويف وأنها من آية العز وجل وأنها يرسلها لا لموت أحد ولا لحياته ولكن يخيف بها عباده وقال فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة بمعنى وإن كان الساعة لها علامات يعني الساعة لكن بمعنى يخشى أن تكون من علامات الساعة وإلا الساعة ذكر علاماته أنه بقي علامات الدجال وإلى آخره كما معلوم لكن العلماء قالوا لا مقصوده يخشى أن تكون من علامات الساعة أو من ما يقارب وقوع الساعة ولهذا يقول أنا أبعث بالساعة كهتين وما يدل أنه على قرب حصولها ففزيعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد هذا يدل على أن صلاة الكسوف والخسوف تقع في المسجد بينما قلنا في العيدين والسسقة يكون في المصلة السلسة مع السسقة إن شاء الله لكنها السلسة العيدين والسسقة تكون في المصلة يعني في الصحراء بينما الجمعة والكسوف في المسجد طبعا في المسجد في الكسوف قالوا وإن كان بعض العلماء قالوا أنها تصلى في المصلة لكن قالوا صعب لأن المصلة يحتاج رداء ويحتاج أن يبرز ويذهب ويتجمع وقد ينجلي الكسوف قبل أن يجتمعوا لكن المسجد معروف على مباشرة ولهذا وهذا الصحيح أن تصلى في المسجد وأيضا هي جهرية كما قلنا هي جهرية سواء كان خسوف قمر أو خسوف شمس وبعضهم قالوا أنه إذا كان في الليل جهرية وإذا كان في أنها سرية وقال بعضهم أنها سرية في الجميع والصحيح أنها لا جهرية في الجميع وأيضا الكسوف يصلى جماعة وأفرادا تصلى جماعة وأفرادا وهي كما قلنا عدر الجمهورنة سنة ليست واجبة فلو أنك في البرية أو أنك وحدك وخسفت الشمس أو خسف القمر وخسفت الشمس فإنك تصلي أنت تصلي ولو كنت مفردا ولو كنت مفردا تصلي صلاة الكسوف ولو كنت مفردا تصلى فرادا تصلى جماعة والله علم وصلى على محمد وعليه وصلى الله عليه وسلم